شوفنا في بداية الفيديو الرئيس بوتين يقود قاذفة استراتيجية روسية أسرع من الصوت والفيديو ده بيتكلم عن عقوبات روسية على الولايات المتحدة الأمريكية قبل كده كنا بنتكلم عن عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو على روسيا دلوقتي آآ طبعا قانون نيوتن للشخص السابت بيتكلم عن لكل فعل رد فهل المساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه ومساوي له في القوى روسيا بترد على مهلها ولكن رد يعني مش سهل فهنعرف آآ آآ كيف ردت روسيا وما هي اخبار فلسطين وما هي آآ اخبار المغرب والصحراء والجزائر وحاجات مهمة جدا اوعات غير المحطة ولن نبدأ تحياتي لكم والسلام عليكم آآ آآ اول رد من رئيس آآ آآ بوتين ما هي العقوبات التي فرضتها روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية ده الكلام ده صرحت بمساعدة وزيرة الطاقة الأمريكية كاترين نوك التي ان روسيا ستوقف تصدير اليورانيوم الى الولايات المتحدة والذي يستخدم في المحطات النووية والكمية اللي بتحتاجها او اللي بتستوردها امريكا من روسيا حوالي اربعة وعشرين في المية من احتياجاتها من اليورانيوم اللي بيشتغل في محطات الطاقة النووية اللي هو آآ بيولد الكهرباء وبيشغل المصانع وكل حاجة بتعتمد على آآ يعني محطات آآ يعني محطات الطاقة النووية دي بتولد كهرباء وطاقة نووية وحاجات كتيرة جدا فهنا آآ بتتجه الولايات المتحدة لتعويض احتياجاتها من كندا وآآ فرانسا واليابان وآآ آآ معروف ان فرانسا كانت مسيطرة على اليورانيوم الافريقي من النيجر وبولكينافاسو ولوسيا كمان خلعت رجلها يعني من ناحية سيطرة روسيا على اليورانيوم في آآ الدول الافريقية ومن ناحية منع التصدير اليورانيوم الى الولايات المتحدة الامريكية وده يؤثر تأثير كبير جدا على فرانسا وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وده أول عقوبات تفرضها روسيا على الولايات المتحدة الأمريكية طيب على الأرض الأسلحة الأمريكية في أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية بتقول لك توسق تدمير القوات الروسية لدبابة برامز ودبابة برادلي الأمريكية وبيوري لك إزاي أني كمان بيعقبوهم في الجبهة في الجبهة زي ما انتم شايفين لبابات برامز ودبابات ليوبورد يتم يعني زي ما انتم شايفين يتم قصفهم من الجبهة وده كمان يعني يؤثر تأثير كبير جدا على بيع الأسلحة الأمريكية وعلى حاجات كتيرة جدا وعلى سمعة الأسلحة الأمريكية ويؤثر على معنويات الحلف الناتو ومعنويات الجيش الأوكراني اللي كان بيعتمد اعتماد كامل على الأسلحة الأمريكية استشهد عدد خمس جنود أو خمس خمسة من كتائب القسام ودي صور الشهداء اللي استشهدوا بعد محاصلاتهم داخل منزل في بلدة دير الغصون شمال منطقة طول قرم والجيش الإسرائيلي يحتاج جسمينهم نسمع تقرير سريع عن هذا الموضوع أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس استشهاد عدد من قادتها ومقاومين منتسبين إليها السبت خلال مواجهتهم لقوات الاحتلال ومستوطنيه في بلدة دير الغصون بيط الكرم لأكثر من خمسة عشرة ساعة متواصلة حماس ذكرت في بيان لها عبر حسابها بالتليجرام بأن قائمة شهدائها ضمت قائدة كتائب القسام في محافظة طول قرم على أديب شريتح إلى جانب تامر عبد الرحمن فقها أحد منفذي عمليتي بيتليد والنبي إلياس في طول قرم وقالقيلية بالإضافة إلى المقاوم عدنان تيسير سمارة بعدها استمعنا إلى الأسير والكلام مواضح أيضا رسالة قوية من الرئيس الصحراوي إلى المغرب ماذا قال أكد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي من مخيم اللاجئين الصحراويين مواصلة الكفاح لغاية نيل الحرية وقال غالي نحن الآن في حرب وسنواصل الكفاح ولن نلدغ من الجحر مرة أخرى وسنفاوض حتى تحقيق الحرية واحترام حدود الجمهورية الصحراوية العدو المؤسس للاتحاد الأفريقي ولكن المغرب يحاول دائما فرض أجندة وشروط إلى أن هذا العهد ولا ونحن لن نقبل بذلك نحن كجبهة شعبية وجمهورية وبناء على مخطط المسئولية ومقدمه المجتمع الدولي مستعدون لإنهاء النزاع بالتفاوض على حد قوله وأكد الرئيس الصحراوي أن بلاده مستعدة لدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة من خلال تطبيق الشرعية الدولية وتمكن الشعب من استرجاع حقه الآن الأمر يتعلق بتصفية الاستعمار قائلا أن هناك تقاعص في السنوات الأخيرة داخل البرلمان الأوروبي لم يتغير وهو سيء وقد تبين في الوقت أنه عمل رشاوي حيث اتضح تورط النظام المغربي في رشو البرلمانيين أوروبيين على حد قوله للتأثير في مواقفهم وأكد غالي أن البرلمان الأسباني والأحزاب الأسبانية عجزت عن اكتساب السبب الحقيقي في تغيير الموقف من موقف إجماع دائم دائما حوالي أربعين سنة إلى تغيير بالاتجاه المعاكس خاصة مع تغيير الموقف جمدنا علاقاتنا الرسمية مع الحكومة الأسبانية وما تزال في انتظار تصحيح الموقف وهذا لا يعني تجميل العلاقة مع المجتمع الأسباني والحركة التضامنية الآن هناك علاقة وطيدة وقوية ويتتردد ونعمل أن يكون لها تأثير كامل يعني بيقول لك إحنا مستعدين للتفاوض بدون شروط بشرط أني يعني على مواثيق دولية طبعا العودة على الروي إحنا بننقل أخبار فقط وليس لنا علاقة بالخلافات بين الجزائر والمغرب والصحراء وهذا ما حدث ده بيان منه وإحنا بننقل أخبار فقط ونكن نكون الحب للجميع الخارجية السودانية بتقول لك الإمارات أرسلت 400 طائرة تحمل عتادا حربيا لقوات الدعم السريع كلام ده أعلنته وزارة الخارجية السودانية وآلت أن السودان يمتلك أدلة على استقبال مطار تشاد لأكثر من 400 رحل الطائران تحمل عتادا حربيا لقوات الدعم السريع من الإمارات ولنبأ السودانية قال وزير الخارجية حسين عوض أمس أن تشاد خصصت مطاري أم جلس وأبشي وأبشي لاستقبال الرحلات الجوية التي تنقل الأسلحة والعتاد العسكرية من دولة الإمارات طيب وقال لك رحلات تنقل الأسلحة والعتاد تزيد عن ربعمائة رحلة صادرات الأجهزة الوطنية السودانية والدولية المتخصصة بتفاصيل الطائرات النقلة والمسارات التي اتخذتها وتوارق وصولها وشارع أن الجيش السوداني تعامل مع بعض القوافل التي تنقل الأسلحة من تشهاد بعد دخولها الأراضي السودانية وأيضاً أنتم تعرفين أن السودان اشتقى رسمياً الإمارات في مجلس الأمن والإمارات نفت هذا الكلام وطبعاً نتمنى كل الخير لجميع الدول المحبة للسلام وتحياتي لكم اشتركوا في القناة ليسلكم كل بديد محدثكم زريف العديد تحياتي 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 ترجمة نانسي قنقر